السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب كل اخوات وحبيب يكونوا بألف خير الفيديو السابق قدرنا نعمل سماعة البلوتوس نحولها الى مديول بلوتوس بحيث نقدر نشغل من خلالها التلفزيون واي جهاز بلوتوس ولكن في الفيديو ده هنقدر نشغلها على كاسة السيارة زي ما انتم شايفين هنحتاج ان احنا نوصل عليها السكت اللي قدامكم علشان نقدر نشغلها على كاسة السيارة لو الكاسة عندك لا يدعم البلوتوس كتير من اخواتي طلبوا من الفكرة وبإذن الله ننفذها في اقل من خمس دقائق هتكون عملت الفكرة بإذن الله هنقطع بقى الكابل ده زي ما انتم شايفين هيطلع منه تلات اطراف طرف ارضي وطرفين للسماعات بتاعة الكاسة هنقدر نوصل لتنين دول مع بعض هنوصل دول مع بعض دول يعتبروا هما بدوع السهود ولكن الطرف الارضي هيبقى الوحده عندي الطرف اللي فوق والطرف اللي في المنتصف ده الطرفين اللي احنا عملناهم مع بعض علشان الصوت يخرج عندي على السماعات الجانبية الاتنين ما يخرجش على سماعة واحدة والطرف الثاني الارضي اللي هو لونه أصمر احنا هنا بقى قصينا السكت اللي عملناها الفيديو السابق وهنقدر نعمل اتنين مع بعض في اخر الفيديو بإذن الله وهنيجي هنا بقى نوصل السكت اللي جبناه هنوصل الارض مع الارضي والطرفين التانين مع الطرف التاني طيب لو ما جابش معك صوت وانت مش عارف تحدد الطرف الارض فين في سماعة البلوتوس هتقدر تبدل تجيب دائمين واده شمال وتضغط على سماعة البلوتوس وتقدر تجرب بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا وسوت نقي جدا وفكرة بسيطة وغير مكلفة هتقدر تعمل بها اغراض كتير كده بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا طبعا بالطريقة اللي قلنا عليها خدنا الارض مع الارض وخدنا الطرفين الاتنين التانين مع بعض اللي هما بيمثلوا ايه الطرف الارضي والطرفين التانين اللي هما موجودين في السكت قدام منك اللي في الاول واللي في المنتصف ده علشان يشغل معاك السماعتين مع بعض وبجودة عالية والصوت يبقى ممتاز بمجرد ما توصل في كاسة السيارة وهتضغط تفتح البلوتوس زي ما انتم شايفين طبعا زي الفول كده متصل وربطين طبعا على الموبايل هنبدأ نشغل اي حاجة على الموبايل ولكن انا هشغل طبعا الانترو بتاع قناتنا علشان ده معلوش هو طبعه ناشر بس نجرب بالصوت بسم الله الرحمن الرحيم الصوت قوي جدا يا رب يكون اخوات وحبيبي استفادهم الفيديو ويكون المعلومة وصلت حاجة جميلة جدا وسهلة جدا تقدر من خلالها تعمل اي كاسة سيارة بالطريقة اللي عملناها تحولوا الى بلوتوس بالطريقة اللي قلنا عليها فضلا على ان احنا كنا عاملينه انه اشتغل على اي جهاز تاني من خلال الجاك بتاع الريسيفر ولكن احنا قدرنا نعمل الجاك ده علشان اخواتي وحبيبي اللي طلبوا من الفكرة والمعلومة بسيطة جدا ولكن مفيدة جدا كده قدرنا نعمل اتنين مع بعض بحيث نقدر نشتغل على اي غرض احنا حابين نشتغل عليه سواء صب او كاسة سيارة هنقدر نشتغل من خلال الطرفين مع بعض اخويا وحبيبي لو اول مرة تشرفني واول مرة تشاهدني يشرفني ان حضرتك تشترك معايا في قناتك قناة ابداعات ياريت اخوات وحبيبي انتظرون الفيديو جديد ومعلومة جديدة في قناة اخلكم محمد الصفطوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته